السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء اليوم سنضير صفحة 12 من كتاب أو من مرجع كتابي في اللغة العربية خاص بمستوى السادس ابتدائي إذن مكوّل اليوم هو في مادة التراكيب إذن بعنوان نصب المضارع الصحيح والجملة المؤولة إذن ما هو الفعل المضارع؟ نبدأ بفعل المضارع إذن الفعل المضارع هو واحد الحادث كي يوقع في اللحظة اللحنا نتحدث فيها ويدل على حدود شيء في زمن المتكلم يعني واحد الحاجة اللحنا توقع في الوقت اللحنا نهضر فيه أو لا باقي جاي من بعد منه يعني مهم ما تعنيش لننا شي حاجة فاتت يعني شي حاجة اللي يلا وقعت حننا داب فيها أو باقة هدي توقع من هنا لقدم يعني في زمن المتكلم أو بعدها كتوقع في زمن التكلم أو في زمن تكلم المتكلم المضارع يجب أن نصغه في أي فعل يمكننا نصغه منه مضارع يجب أن نصغه الفعل لمضارع يجب أن نصغه في المضارع هم الأليف الهمزة النون الياء والتاء يجب أن تصغل الفعل المضارع كنا نعرف أن الفعل المضارع يكون دائما مرفوع في معربنا نقول فعل مضارع مرفوع عرفنا الفعل المضارع نحن نشغر بالتدرج كنا نقول فعل لاعب هذا فعل ماضي لعب فات لاعب فات نحن ندخل حرف المضارع سواء الأليف أو الهمزة أو النون أو الياء بحل دبا مثلا نقول ألعب يعني دخلت ألعب دخلت الهمزة أو نلعب دخلت النون أو يلعب أو تلعبي تلعبينا تلعبينا وهذا الشيء ينطبق على المتنى والجمعي يعني مش هي تندرت بالمفرد يعني نلعبو أو يلعبو هو أو يلعبونا أو تلعبينا أو تلعباني مهم على حسب العدد ديال المتكلم نأخذ هذا المتكلم فهنا دخلنا حرف المضارع كان ندخل حرف المضارع انه يتحدث ذو نسأخذ ألعبو في المضارع مرفوع ألعبو في المضارع مرفوع يتضم خارين ألعبوا فعل مدارع مرفوع ألعبوا فعل مدارع مرفوع أما الفعل الماضي فنقولوا فعل ماض مبني فهذا الدرس سوف نعرف بأن الفعل مدارع تنصب لا يبقى ديما مرفوع سوف يقول لي منصوب ولكن هنا يريد أن نصبه وخصنا شروط يعني إذا توفروا لنا شروط يساعد تنصب ما غير ذلك لا يبقى منصوب سوف يكون ديما مرفوع الفعل مدارع دائما مرفوع إلا بشرط إلا دخلت عليه واحد الحروف هادوك الحروف كيتموا حروف النصب اللي هي كينين وحدين أخرين ولكن نحن في هاد الدرس سوف ندروا أن ولن وإذن وكي هاد ربعة الحروف وغير بين قوسين هاد ربعة الحروف لأنها كتهمنا في الدرس هي اللي كتنصبه غير واحد نواصب أخرين إذا نحن سنعرفوا أن لن إذن إذن فعل مدارع إلا بغيت ننصبه خسني ندخل عليه هادو عادي تنصب ليها ما يمكنش لي ننصبه إلا ما دخلش عليه النواصب ومن بين هاد النواصب خسني ندخل إما أن أو لن أو إذن أو أو كي بحال مثلا ألعب ألعاب إلا بغيت نصبها خسني تندخل سنصب سنقوم بغيت ننصب ألعاب أو لن ألعاب أو إذن ألعاب أو كي ألعاب إذا هنا تنصب ما هي العوسيلة اللي ساعدتنا هي هاد حرف النصب هاد اللي دخلنا هنا وهو اللي خلانا نصبناها إلا ما كان شهد الحرف من حرف النصب أرى ما كانت تنصبش كيبقى مرفوع إذن هاد الشراء غاد نعرفوه هنا في الدرس إذن غندوزه باش نقرأوا النصب المقومات الحضارية إلى أين إن الحضارة تعتمده إذن عندي هنا فعل تعتمده هذا فعل مضارع مرفوع الماضي دياله اعتمد يعتمد إذن تعتمد فعل مضارع مرفوع لش رفعناه؟ لأنه أصله خصويت رفع لأصل فيه هو الرفع ومدن ما كنش لناها أدت نصب غيبقى مرفوع إذن تعتمد على نشاط الإنسان الذي لا يتوقف إذن يتوقفوا فعل مضارع مرفوع لماذا هو مرفوع؟ لأنه ما كنش أدت نصب لا يتوقفوا عن الاختراع والابتكار كي يبلغ إذن هنا تنصب هذا الفعل مضارع يبلغ السبب لأنها تنصب دخلت عليه كي كي يبلغ الأفضل ففي النشاط الزراعي مثلا تمكن هنا ماضي تمكن الإنسان من أن ينتج عندي هنا فعل مضارع منصوب لأنها دخلت عليه أدت نصب لهي أن أن ينتج البطيخة أو البطيخة بألوان مختلفة وعلى شكل مكعبات وتمكن ماضي من إنتاج دواجن بأوزان تفوق الطبيعية بكثير ما يزال العلماء هنا يزال هنا يرى مرفوع هذا من النواسخ ما يزال العلماء سائرين ولا ندري ما يخبئه إذن عندنا هنا يخبئه فعل تاو مضارع مرفوع هنا رأى ماشي فعل ماضي إذن نخبئه هنا فعل مضارع مرفوع لأنه ما مسبقش بأداة نصب يخبئه الغدو من المفاجآت إذن عندنا السؤال الأول ماذا سيضيف البطيخ بالمواصفات الجديدة للإنسان فينا إذن البطيخ كيف سيقول قلنا تمكن الإنتاج من أن ينتج في المستقبل يعني الإنسان حاليا تمكن من أنه ينتج لنا مستقبلا حاليا وفي المستقبل فالوحد البطيخ بألوان مختلفة وعلى شكل مكعبات يعني بالألوان وعلى شكل مكعبات إذن هذه المواصفات الجديدة سيضيف الإنسان في نظارك هنا سيبقى على حسب كل واحد أشنو قال مثلا أنا في نظارك لا يضيف شيئا لأن الشكل والألوان لا يضيف لنا شيئا فائدة جديدة سواء كان البطيخ على شكل مكعبات أو على شكل مربعات أو على شكل بيضاوي أو اللي كان أي شكل كي بقى بطيخ بالنسبة لي أنا ما غيضف حتى شيء حاجة جديدة يعني ما عندوش شيء إضافة إذن بالنسبة لي ما غيضف حتى شيء حاجة غندو الزل أكتشف وأبني أتذكر عامل الحروف أن لن إذن كي إذن تذكرناهم قبل ما نشرعوا في الدرس قلنا بأن أن لن إذن كي هي عبارة عن نواصب إذن هذا النواصب تدخل على الجملة الفعلية أو تدخل على الفعل فتنصبه إذن هنا قلنا أركبها في جملة مفيدة أغنحاولوا نركب كل واحدة في جملة مفيدة مثلاً أغنديروا جملة نديروا فيها أن مثلاً أغنديروا أوشكتو 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 على أن أن هي واجبي أغنمشيو لن مثلاً هندير لن أهميلا صلاتي أو واجباتي الدينية ثم إذن مثلاً هندير إذن أنتظيرك gj متصديراً يعني إذن متصدّر جواب جواب متصدّرة فأول الكلام كي عندنا مثلا اجتهد كي تنجح نلاحظوا أن كل هذه الأفعال مضارعة جات منصوبة لأنها دخلت عليها أدات النصب لهما أو أدوات النصب لهما أن لن ثم السؤال الثاني أضعوا كلمات نص تالية في مكانها من الجدول هنا الاختراع الابتكار انتاج أن يتوقفوا يبلغوا تفوقوا كي يحطوا يخبئوا ندري هنا هدو الأفعال هنا فدخنا ندروا أفعال هنا ندروا مصادر هنا ندروا حروف النصب حروف نصب المضارع إذن حروف نصب المضارع قلنا ألا إذن كي مثلا عندي أن أوكي هدو هندروا حروف النصب بالنسبة للأفعال الفعل هو شنا هو الفعل هو واحد العمل نقوم به وكي تصرف الأزمينة الثلاثة في الماضي وفي المضارع وفي الأمر وما كيقبلش دخول أل عليه وما كيقبلش التنوين إذن أغن مشيوه هنا بحل هاد الابتكار ماشي فعل الاختراع ماشي فعل انتاج قابل التنوين ماشي فعل أنقلنا ناصب يتوقفوا يتوقفوا فعل توقفوا يتوقفوا إذن يتوقفوا فعل يبلغوا أيضا فعل تفوقوا أيضا فعل يحطوا فعل وخبئوا فعل ندري فعل بالنسبة للمصادر المصادر هي واحد تقريبا كلمة عندها نفس الحروف ديال الفعل بحل مثلا هنا الاختراع الفعل دياله هي اختراع إلا أن الفعل كيكون عنده أزمينة يا إما ماضي أو مضارع أو أمر المصدر ما كيكونش عنده زمن بحل الاختراع ما كيكونش عنده زمن وكيكون خارج لي من الفعل غير هو كيكون يعني المصدر من جبت هذك الفعل إذن بحل دبا مثلا فعل اختراع من جبتوا جبتوا من هذ المصدر اللي هو الاختراع إلا بنا نعرف المصدر كنديره بعض المرات بكلمة ممنوع بحل مثلا توقفة وبنتنخرج منها مصدر بالنسبة لهم ما كيعرفوش خرجوا المصدر من الفعل عندنا توقفة كنقول ممنوع التوقف إلا جات معاها ممنوع التوقف إذن هالتوقف ره مصدر ما نقولش ممنوع توقفة إذن ما كتدخولش الفعل ما كتقبلش دخول ممنوع والمصدر يقبل دخول ممنوع وهنا بين طاولين الاختراع الابتكار ما دم فيه تنوين وفيهم قلب هل هنا ينتاجون هذا مصدر 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 إذن ها ما كتبتم هنا عندنا يتوقفوا يبلغوا تفوقوا يحطوا يخبئوا ندري هذو أفعل مصادر الاختراع الابتكار إنتاج وحرف النص بأن أقرأ جملة النص وألاحظ تغيير الذي أدخل عليها إذن عندنا هنا الجمل اللي جاء في النص تمكن الإنسان من أن ينتج البطيخة الجملة بعد التغيير تمكن الإنسان من إنتاج البطيخة تمكن من إنتاج دواجنا تمكن من أن ينتج دواجنا إذن غير رجع الجملة عندنا هنا تمكن الإنسان من أن ينتج البطيخ تمكن لدي فعل إنسان فاعل وعدي هنا من وكان واحد أداة ونصب أن أداة ونصب ينتج فعل مضارع منصوب بأن وهنا من اللي بغيرت الجملة حييت هذا أن والفعل ما بقاش أش ولت عندي ولت أن حييتها وينتجه جبت منه مصدر اللي هو إنتاج إذن في مشات أن والفعل مضارع تحولت وتعوضت ليا بمصدر إذن تمكن الإنسان من أن ينتج البطيخة تمكن الإنسان من إنتاج البطيخ إذن تغيير لترى هو أننا حولنا أو عوضنا الفعل مضارع أن والفعل مضارع بمصدر هنا كان عندي هذا مفعول به كان منصوب هنا ولا مجرور إذن هذا الفعل هذا الإسم اللي كان تابعه ولا مضاف ولا هذا من إنتاج هذا مضاف وهذا مضاف إليه إذن هنا كان عندي الفعل مضارع منصوب بأن حولته في الجملة الثانية بوحد المصدر أو عوضته بوحد المصدر ولا هذا المصدر مضاف والكلمة اللي تابعها ولا مضاف إليه الجملة الثانية تمكن من إنتاج دواجنا. عندي هنا إنتاج مصدر. غنخرج من هذا الإنتاج أو هذا المصدر. خرجنا منه هنا أن والفعل منصوب. إذن إنتاج رجعوها لأن ويكون معاها فعل مضارع منصوب ولينا إنتاج ولت أن ينتجها. إذن أشنو كنلاحظو؟ كنلاحظو هنا بأننا كنعوضو أن والفعل المضارع بمصدره. والمصدر إذا كانت عندنا الجملة في المصدر كنعوضوها الثاني بأن والفعل المضارع. يعني من نفس هذك المصدر ماشي أي مصدر. المصدر دي هذك الفعل اللي عاطينا. نشوف ما أعطونا هنا يأني ينتج عندي فعل ينتج هنا من اللي غنعوض بمصدر نجيب شي مصدر دي لشي حاجة أخرى. لا كنجبض المصدر من الفعل اللي ماعطيني. إذن أن ينتجه. كنشوف ينتجه. نجبض منه مصدر دي. وهو الإنتاج. إذن كنحيد أن ونعوضها بمصدر دي الإنتاج عدنا سؤال أربعة من التغيير الذي طرأ على كلين من الجملتين. إذن قلنا بأن الجملة الأولى حدفنا أن والفعل المضارع وعوضناها عفوا بمصدر. والمفعول به تحول إلى مضاف إليه. ثم عدنا في الجملة الثانية عوضنا المصدر بأن والفعل المضارع. إذن استخرجنا من المصدر أن والفعل المضارع. هل تغير معناهما? تمكن الإنسان لاحظوا المعنى. ما هو تغير؟. تمكن الإنسان من أن ينتج البيض تمكن الإنسان من انتج البيض يعني أنا 서хм نفس المعنى لأنه تبدلظ جملة لم يتغير المعنى عوضنا أن والفعل المضارع بمصدره ماذا نسمي الجملة التي عوضنا فيها أن والفعل المضارع بالمصدر هاا الجملة المتouse فيها أن والفعل المضارع تسمى المؤولة ها الجملة المؤولة هي التي نحول الفعل المضارع بمصدر إلا بغينا نحولو إحنا عدنا النواصب كينا أن لن إذن كي شكنهم لكي تأولو كينا أن وكي فقط هم لكي يمكن لنا نأولو أما لن وإذن ما يمكنش لنا بحل مالتالا إلا قلنا أري أو شكتو أن أنهي الجملة اللي قلنا قبل قلنا أو شكتو أو أن أنهي على أو شكتو على أن أنهي واجباتي إذن عندي ها وأن وهالفعل مضارع بغيت نأولها بمصدر أنهي المصدر دياله إنهاء إذن غنقول أو شكتو على إنهائي أو شكتو على هادي أن والفعل مضارع نحاولها نعودها بالمصدر غتقول إنهاء واجباتي مثلا أراجع كي أستفيد إذا أراجع إذا أراجع الناصب والفعل المضارع أولنا أحد المصدر جبدنا واحد المصدر وهناك الرد بالبال إذا كانت كي أكي كندير لي لي كي أستفيدة لأستفيدة كي ألعب لألعبه كي أخرج لأخرجه كي أنجح لأنجح إذن ما ليس يكون عندي كي كي أزيد اللام إذن أراجع لأستفيدة وكنجبدو من هذا الفعل اللي كي يكون عندنا هو اللي كنجبدو من مصدر هذا هو اللي كتسمى الجملة المؤولة الجملة المؤولة من أن والفعل أو فقط الجملة المؤولة إذن غنمر الصفحة التانية فيها القاعدة إذا القاعدة هي شنو كتقول ينصبوا الفعل المضارع بالحرف ألن إذن كي مثل أن تجد كي تنجحها لن تنهزمها يمكن أن نعوض أنوال فعل المضارع بمصدري نسمي هذا المصدر مصدراً مؤولاً نسمي الجملة التي تحتوي على مصدر مؤول كتسمى الجملة المؤولة هذا الشي اللي اللي أصبق اللي نشرحنا عندو زل دابة الجدول عمليات تأويل الجملة إذن كيفاش نديرو طريقة باش نأولو الجملة مثلاً عندي الجملة مع أنوال فعل المضارع هاي هي دي الجملة أردتو أن أزور المآثرة عندي الفعل المضارع أزورة ومعاه أن إذن منصوب بأن مصدر الفعل عندنا أزورة لتنو أول حاجة كنفكر فيها كنجبد المصدر دي الأزور مصدر أزور هو زيارة إذن أول حاجة من اللي كنتعطاني الجملة كنمشي للفعل وكنجبد لي مصدره هايحنا حطينا هنا دابة نغنديل الجملة المؤولة غنقول أردتو ما غتبقاش أن غتتحدف وغنخدم بهذا المصدر إذن أردتو زيارة المآثرة هاد المفعول به كان هنا يمنصوب هنا كيقول لي مضاف إليه إذن أردتو زيارة المآثرة كيقول لي مجرور مضاف إليه كيف هو مجرور غندوزو دابة باش نطبقو عندنا أركبو خمسة جمالين تتضمنوا نواصب المضارعي وأشكلها إذن هنا غنديل واحد الخمسة الجمال من اختيارنا ونديرو فيها نواصب الفعل المضارع ونشكلوها مثلا غنديرو أحاولو أن أحافظ على صحتي نشكلو قالنا أحاولو أن أحافظ على صحتي الجملة الثانية مثلا أسافر كي أستفيد أو أستمتع كي أستفيد الجملة الثالثة وما قلنا خمسة لن أتردد في طلبي المساعد مثلا محام شي حاجة من تردد طلب المساعدة من الآخرين المساعدة ثم الجملة الرابعة مثلا أنام أنام قليلا أنام قليلا كي أستريح ثم الجملة الأخيرة إذن إذن ننتظرك ما أتردد شي حاجة لك سأجهد في المساعد سأجهد لكم في المساعد إذن ننتظرك إذن ننتظرك إذن هذو هم الجمل أحاولو المصدر إلى أنوى الفعل المضارع استطاعت المرأة لعب دور مهم في الحضارة الإسلامية إذن هنا عندي لعبة من هذة لعبة لإجباد إذا إن لعبة interfعل المضارع يلعب لذي المرأة مغنقول يلعب غنقول تلعب رجع الجملة ستقولي استطاعت المرأة أن تلعب دورا مهما في الحضارة الإسلامية إذن استطاعت المرأة أن تلعب دورا مهما في الحضارة الإسلامية الجملة الثانية استطاعت النساء لعب إذن استطاعت النساء أن يلعب دورا مهما في الحضارة الإسلامية إذن أن يلعبنا أن تلعب على الحساب هنا تلعب حيث تعدل المرأة وهنا النساء يلعبنا إذن استطاعت النساء أن يلعبنا إذن هنا نقول النساء أن تلعبنا خطأ لأن أنتنا تلعبنا وهنا يلعبنا سننشي لسؤال الثالث وحول الناصب والفعل المضارع إلى مصدر هنا العكس الثاني غادي نحاول هنا المصدر حولناه لأن والفعل المضارع هنا الآن غادي نحاول الفعل المضارع وأن إلى مصدر تريدون أن تعرفه لأنك نشوف أول حاجة الفعل تعريفه غادي نحاول نشوف المصدر دليل تعريفه إذن تعريفه المصدر دياله هو معرفة غادي نحاول نحاول العكس الثالث في معرفة تريدون معرفة الحضارات الكونيات إذن هنا أن تلعب الحضارات الكونيات لأنه كانت منصوبا حيث الحضارات هنا ترى منصوبا إذن هنا كانت دكشيلش كانت تابعة لها دابا ما غاديش تبقى لأن هذه أصلا مجرور والكونية غادي تتبع هذه في الجر لأن هنا راه الحضارات تريدون أن تعرفوا ماذا الحضارات هنا راه مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة والكونياتها كانت فيها الفتحة لأنها نعت ديال هادي ومدم هادي منصوب الكونياتها كانت نعت منصوب الآن من اللي درنا المصدر غا يقول لي هذا مجرور لأنه لمضاف إليه والكونيات نعت تابع لمنعوتي ومدم هادي مجرور غادي تجارتها إذن الحضارات الكونيات إذن يقرأوا إحنا قلنا بأن إذا كانت إذن ما كان أولوش كان أولو غير من أنوكي إذن إذن يقرأوا كتب التاريخ كي تتطور الأمم عندي كي غنأول إذن غادي نشوف تتطور المصدر دياله هو تطور إذن غا نحدف كي تتطور وغندير تطور الأمم لأنه جاءت هنا مبتدأ تطور الأمم يجب وهنا عدي عفوان كي إذن غندير لتطور لتطور الأمم لتطور الأمم يجب أن عندي هنا أن وتهتم ما غنأول إذن تهتم شنو المصدر دياله هو الاهتمام غنحدف أن وتهتم وغير لي يجب الاهتمام بمجالات الحياة جميعها إذن لتطور الأمم يجب الاهتمام بمجالات الحياة جميعها إذن أولنا من كي والفعل المضارع درنا دائما من اللي تكون كي نديره اللام كنديره لي ومن اللي تكون أنا ما كنزيدوش لي وحول الملون في الفقرة إلى مصدر مؤول عندنا قديما اعتادت الجدته أن تجمعه قلنا إلا بغينا نأوله غنمشيوا الفعل تجمعه لمصدر دياله هو جمعه إذن غنحدف أن تجمعه وغنديره جمعه إذن اعتادت الجدته جمعه الصغار كانت هنا مرفوعة عفوا منصوبة ولت مجرورة لأنها ولت مضاف إليه إذن قديما اعتادت الجدته جمعه الصغار حولها لترويه لهم القصص المتيرته التهنرة كانت لترويه كي ترويه إذن كي ترويه ولت لترويه لهم القصص هنا عناسب لأن هذا اللام تم بعد وغد تعرفوا أشنا هي كي تعني هذا اللام تهير من النواصب لترويه لهم القصص المثيرة وكان الأطفال بدورهم يتشوقون لهذه الجلسات لكي يستمتعوا إذن هنا غد نحيدوا كي يستمتعوا ونعودوا يستمتعوا بالمصدر دياله هو الاستمتاع إذن وقلنا إلا كانت كي نديروا لي إذن غتولي يتشوقون لهذه الجلسات للاستمتاع للاستمتاع بهذه الحكايات المسلية إذن هدهما الجواب إذن جمع إذن قديما اعتادت الجدة جمع الصغار حولها لترويه لهم القصص المثيرة وكان الأطفال بدورهم يتشوقون لهذه الجلسات للاستمتاع حيضنا لكي خلينا اللام لأننا غنحتاجوا يستمتعوا إذن كان هذا هو الدرس ديالنا وإذن يتجدد في حصة المقبلة بحول الله موسيقى